موسيقى عايزه اخس يا ردوه ده شق طب ردوه اعمل عملية اركب رنج ولا اعمل حاجه اسمها تغيير مصار ولا اعمل حاجه اسمها تكمين طب ايه الرنج وايه تغيير مصار وايه التكميم تكميم المعدة طب اعملوا عندي مين طب ازاي طب اخس الاول ولا قعدنا بقى ندور كتير جدا على اكتر حد واكتر حد واشتر دكتور يعرف يرد عليكم وعلينا دكتور تامر سعيد حالك منوّرنا النهاردة مسي جدا ربنا يا خليك يا هيك لو تعرف كامل اسئلة حضرتك اللي جات لنا على الموضوع ده مرعب مرعب طب اكيد طيب انا ست وزنها دلوقتي تسعين كيلو اعمل ضايت ولا اروح اعمل عملية واخلص الموضوع كيلو اولا اقولك على حاجة اولا انا حابب ان انا اشكر جدا على الاستضافة اللطيفة دي وحابب اشكر الضيفة لقابلينا طريبا امرانية لان ان انت تعرفي المشكلة وان ان انت يبقى عندك البشن ان انا غيرها او عندي الاراضة ان انا غير الوضع ده دي اول نقطة هي نفس القصة بالنسبة لسمنة لازم اعرف ان انا عندي مشكلة وعايز اغيرها دي حاجة الحاجة التانية احنا الموضوع ما هوش مفتوح ما ينفعش نزام يا حضرك قلتي اي حد يجي يقول لي انا عايز اخس في عندنا معايير وفي اكويشن بيبقى لينا حزبة معينة احنا بنقسم الوزن على ضعف الطول اكوردنج للأكويشن دي لا حددتك دكتور حيك انا مش دكتورة بصي انا مش عايز ادخلك في التفاصيل شوية بس هي الفكر احنا في اكويشن عندنا بنسميها معامل قلتلة الوزن او حسب الحزبة دي احنا بنحدد بقى هل انت موجودة في انهي كاتيجري وبتنفعلك انهي عملية الحزبة دي ببساطة هي ان احنا بنقسم الوزن بالكيلو جرام على ضعف الطول بالمتر مفروض الطبيعي لغاية 25 فوق التلاتين بيبتدي يبقى عندي شوية شك احنا ممكن نعمل او ما نعملش فوق الاربعين تزام عصد لازم العين ده يعمل عملية سمنة او انهو لازم وزنه اي 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 اذا لانه احنا لقينا ان فوق الاربعين المضاعفات الرئيسية اربعين كيلو هيك تقصد لا مش اربعين كيلو هو المعادلة دي نتجتها تبقى اكتر من اربعين المعادلة اللي انا اترك عليها نتجتها تبقى اكتر من اربعين برضو لو عايزة يعني ابسطة الحركة والاستادة المشاهدين هي تقدر يتقودي زيادة اربعين كيلو في السيدات والتلاتين من 35 للرجال للرجال اه واخد بارك احنا بالسيدات احنا فيهم بس يعني اربعين كيلو ستات تقريبا اه واخد بارك ده بالنسبة لنا يبقى خط احمر لان بالتالي المضاعفات زي السكر زي الكوليسترول زي الضغ لا بتزيد بقى فلازم احنا ده بالنسبة لنخط احمر نبتدي نتصرف من بعدي ما هو الرينج؟ بصي الرينج بساطة هو عبارة عن حزام او حاجة معمولة من السيليكون بنحطها حالين المعدة وبندايقها احنا من بارة بيبقى ليها يعني مرتبطة بحاجة موجودة في كدار المعدة واحنا بندايقها زي معلش انا يعني صاري بالبلد يعني زي القفيز حاجة زي كده بس القفيز ده متواصر بالبارة بحيس ان انا اقدر اوصله من غير عملي يعني انا بركبه في الاول بعملية وبشيله في عملية انما انبتوين عشان اديقه او اوسعه انا ممكن اوصله يعني ليه حاجة متصلة بالبارة اقدر اوصله بيها بس الحقيقة العملية دي بعد ظهور عملية التكميم المعدة وتحويل المصار بانواحها بقت شبه اوبسوليتي يعني لانه مضاعفاتها كثيرة جدا وفي نفس الوقت نتاجها مش فعالة زي التكميم فما بقيناش تقريبا نعملها خلص يعني ما نصحش حد بيها ودي على فكرة دي داتا او نتاج عالمية ما هيش خاصة بنا احنا الستات اللي بتاعمل للرنج اللي هم 12-15 كيلو عايزينهم فبدل ما يعملوا دايت يعملوا عملية الرنج دي؟ خلي بالك من حاجة انا قلتلك في الاول ان هو احنا لينا معايير او لينا مقاسات 40 كيلو اه ال 15-20 كيلو دول ما ينفعش يعني اقل من كده بيزلو ما ينفعش واخد بالك ازاي لان فيه انترناشنال جايدلاينز بنكتمع كلنا كل جراحين يستمعنا كل سنة ونحط الجايدلاينز دي فهو الجايدلاينز دي اجانس تماما ان انا استخدمها في 15-20 كيلو زي ما بعض الناس بتبقى متخيلة بس عندنا بدائل تانية واللي يكون مثلا زي البالون واخد بالك ازاي ممكن ينزلني ال 15-20 كيلو دول طيب بس البالون دي اللي انا اعرف ان هم بيتخنوا عليها بعد كده اني البالون دي مفهدني بتحط في المعدة وتنفخ المعدة صح؟ اه طبعا اه اوكي وبعدين تشيلها تاكل تتخن بصي انا هقولك على الحاجة خلينا ان نبقى متفقين ان كل جراحات السمنة فكريتها ما فيه ملهاش جرانتيفو لايف يعني ما اقدرش اقولك ان انا هعمل عملية ودي مضمونة مدى الحياة هي فكرتها رئيسية ان انا بغير سلوك المريض او بغير سلوك العين ان هو يتعود على الهابتس معينة او يتعود على اكلات معينة فدي احد افكار البالون يعني يا فهمت حتى ايفن العملية التانية التكميم لو احنا عملناها والعين ملتزمش بالضايت او السلوكه ما تغيرشي حيرجع حيرجع طب خلينا ناخده واحدة واحدة فخلينا احسى الوقتي في الرنج عشان عندي سؤال دلوية حيك الرنج دي لما بتتركب حلس بخص عليها اه اجيبها حيك بتوسحها يعني حيك بتعمل ايه هي مش خصت كده هي الرنج بتركب لها مقاس معين في الاول اوكي واخوردنج للعيان بينزل وزنه قد ايه بنبتل نضيقها او نوسحها اوكي بس حتى الستاب دي زي مقتلك على اللونجران لا لقينا مشاكل كتير لقينا ان الرنج بتغير مكانه لقينا ان الرنج وارد ان هو يخرم المعدة لقينا يعني مضاعفات كثيرة جدا في رغم ان انا ممكن ااخد نفس نتاج دي ببروستجر ابسط او بعمليات ابسط منها بكثير تعال انا بنوح للتكمين ايه موضوع تكمين المعدة ده بصي التكمين ببساطة هو ان انا بستقصل تلتين المعدة كم؟ تلتين المعدة انت يمكن انت مش متخاليها قوي بس انا عايز اقولك ان في بعض الناس معدتهم ممكن تاخد ابتو تلاتة واربعة لتر انت متخالي الارقام اللي احنا بنقولها يعني كتير جدا بعد ما انطلع الجزء اللي احنا سقصنا العامة بقاش مصدق ان دي المعدة اللي كانت جوه بطنه هتبالي بنخليها بنحولها الانبوبة تقريبا بتستوي بحوالي مية مية وخمسين ملي انت متخالي بقى شايفة الفرق ده ازاي فانا مقدرش اكل فبالتالي اكلك بقل جدا وبالتالي بتقدري تنزلي في الوزن طيب انا اعرف ان موضوع تكميم المعدة ده الاصار السلبية بتاعته انه انا لما باكل زيت عن لزوم باضطر اخش طويلت هل ديعيها؟ لا ده مش ده من الحقيقة مش حاجة كومن قوي الا لو انه المريض مش متابع مع دكتور نيوتوشن كواسي يعني هو المفروض انه جزء مكبير من بعد العملية انه بيتابع مع دكتور تخزيه لو العين بيأكل غلط او بيأكل زي ما بيقوله على مزاجه او مش مهتم اه طبعا لان هو انا بننبه العين فيه طريقة اكل مع عينة انه يأكل كل فترة بسيطة انه يأكل حاجات صغيرة كميات صغيرة اوي على مور فريقونسي او على فترات اكتر لو العين جيشرب مثلا كوبات مياه كلها مرة 150 اه طبعا هيرجع لا لازم ياخد بقى كل خمس دقائق كل عشر دقائق فهميني؟ وده اسلوب حياة يعني انا هفضل طول حياتي هاكل وحشرب بنفس الطريقة دي في تكميم المعدة بصي احنا اتفعنا على حاجة هو الفكرة اسم بتعتمد على تغييد شروك الانسان فوانسينا ده حصل وهو تعود على نمط حياة معين هو اطماطق بيكمل عليه طيب تكميم المعدة ده مش معناه انه انا خسيت دلوقتي يعني انا بخش اعمل تكميم وبعدين بيظهر الخساسين بسبب انه بيكل قليل على فترة قد ايه بصي هو الطبيعي انه هو الانساني بيفقد 60% من وزنه الزيادة في اول 6 شهور من 50% ل60% ويوصل لوزنه الطبيعي او الوزنة اللي احنا عايزينه من 9 شهور لسنة طيب بعد يا دكتور ما يوصل لوزنه بقى الطبيعي هيخصة اكتر خلي بالك من حاجة احنا اتفقنا هتكون هي اللايف ستايل بتاعته اتغالت او نمط حياة اتغاير فخلص هو هيثبت على كده بقى يعني هو مش هو زي موقتك تاني احد الحنوات الاسسية انه هو يبقى امتابة مع دكتور تغزية شاطر فهو احنا بيبقى عندنا لمت لا ما ينزلش بقى عن كده فهميني بنعوض له بقى في انواع الغيزة بتاعته بنعوض له في الكميات بنعوض في القصة دي كلها بس المهم انه هو يكون سلوكه تغير هي دي البوينت الاهم طيب وفي تكميم المعدة ده بيحصل حاجة اسمها لما انا باكل اكتر بالزيادة بحاول اوسع معدتي فالمعدة بتوسع معايا شوية ايه طبعا ده حقيق وانا انا سأقولك ان ده احد اسباب ان احنا بنعمل عمليات كده دولتي بنسميها عمليات الاعادة او عمليات تصيح جراحة سمنة سابقة يعني ايان عمل تكميم وفشلت وانت بقى لك ازاي لان هو ببساطة المعدة دي عاملة زي البالون فانت لو انت هيا احنا ما تولدناش معدتنا كبيرة احنا تولدن معدتنا كويسة واحنا مع الاكل نفخناها فبالتالي انا حتى بعد ما صغرتها دلوقتي لو هو ما لتزمش ولو ما السلوك اللي احنا دايما بنرجع له لا لا راضة اللي احنا بنكلم عنه من الاقوى محافظة عليها هتبتجتي تنفخ تاني ونرجع لعضاني الطبيعي ونعمل بقى عمليات تانية بنعمل طبعا عمليات تانية وبس يعني في بقى بلاينز كتيرة يعني ان احنا هل نعمل تكميم تاني هل نعمل حاجة نوع تاني عشان تبقى مور افشنت او اقوى ده بتبقى حسب الستيوشن بتاع المريض ده بس بقى عملي طيب تحويل بقى المصار ايه بقى كل حد يقولي ايه انا حامل عميل تحويل مصار ماشي اعمل بوسي خلينا اقولك احنا طبعا بنتكلم خطوط عريضة او بنتكلم معلومات عامة يعني ان انا اخد دستيوشن في مريض التكس مورتايم وان انا محتاجة لا اصبر بس ايك يعني اصبر عليها ما تحراش اسألتي او سمحت ببطل حضرتك دلوقتي ايه الاول الكلام على تحويل المصار بوسي هقولك على حاجات تحويل المصار دي احنا بالنسبة لنا تعتبر الطاب بتاع عمليات دروحات السم او هي اكثر من فعالية وبالتالي بصفة عامة بنستخدمها للأوزان الكبيرة لفوق 180 200 230 الارقام بقى لغاية 300 و400 كيلو بتبدأ من كم؟ بوسي يعني هو احنا ممكن نفتديها من 100 في ظروف معان هقولك عليها بس هي الفكرة لو انا بتكلم ميلي عشان وزني بتكلم فوق 150 فيما فوق بقى طيب امت استخدمها في الوزن اللي تحت بقى او اللي هو اقل من كده المية مثلا هي لعيناها ان هي من العمليات الافيشن جدا او الفعالة جدا 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 في علاج السكر من نوع تاني اه طبعا ده انا عايز اقولك ان هي يعني documented او اثبتت من منظمة الصحة لعلاج السكر ان هي احد wave treatment او احد علاجات السكر من نوع تاني بس طبعا لها شروط برضو لها شروط امت استخدمها في علاج السكر وخلي بالك انا بقول I mean النوع التاني نبولش نوع الاول اخ دي بالك ازاي فهي الفكرة كلها ساعت قالش يا دكتور بعتذر اعطي كم حذرتك ايه هو النوع التاني من السكر بصي سكر عندنا نوع اول ونوع تاني نوع الاول اللي هو بيبتدي من صغر يعني الطفل صغير عنده خمس سنين عشر سنين اخ دي بالك وده لان هو بتولد هو ما عندهش الخلية اللي تفر السكر في البنكرياس ما عندهش الخلية اللي تفرد تام كده فده انا ما عنديش عمليات صلاحه ان هو الخلية نفسها مش موجودة انما النوع التاني ده هو لأ ده انسان كان طبيعي خالص طول حياته وجاله في الاربعينات نتيجة لسوء التغذية نتيجة للسمنة نتيجة حاجة سكر الحمل اه واحد منهم طبعا هو الفكرة في العينين دول ايه انه بقى هو عنده الخلية اللي بتفرز انسلين بس فيه رزيستنس او فيه حاجة منع الانسلين ده نشتغل اه وده اللي احنا بنعمله في عمليات علاج السكر انه فيه العمليات دي لقينا فيه هرمونات لأ بتحفز انسلين يشتغل او بتشيل الريزيستنس دي وانا عايز اقولك ان ده في الارا اللي احنا فيها دلوقتي دي الصورة او دي حتة استخدام العمليات دي في علاج السكر طبعا هي دلوقتي طبعا طبعا طيب دلوقتي احنا التحويل مصاردة ازاي يعني بوسي دي نقطة تانية برضو احنا زي ما قلتلك هي قصة مش بس وزن هي قصة شوية بيبقى فيها تقييم لحالة المريض بصفعمة انت لو تفتكر احنا كنا قلنا في التكميم ان احنا بنصغر حجم المعدة مزبوط طب افريدي عاينا اللي تيجي مثلا بتاكل شوكولس كتير بتاكل تشرب بيبسي كتير او زي شكورتك كتير بتاكل ايس كريم كتير كل الحاجات دي بيتدوف البق من قبل ما تنزل المعدة فانا مهما صغرت ولا كأني عملت حاجة وده احد اسباب فشري التكميم فالنوع دول من الناس بنحتاج نعمل لهم تحويل مصار انه هو انا استبعد الجزء اللي بيمتص السكريات لأ طبعا انت هتاكل السكريات طبعا مش هخليهم متص بقى انا بقى حامل بقى عمين تحويل مصار انا عندي مشكلة في الشيء انت تبعين خالص صراحة دي طبعا طول الوقت انا دخل وانا دخل احنا عادي بعدها لخالص اوكي بعدين فالده يعني دي انا لو انو عيان المعلومة زي كده في عيان كتير من العينين يجيب ليه بص انا ميكونش خالص بس انا مشكلتي ان انا طول النهار عايش على الشوكولات والبيبسي ممعملش عجاله فخلاص ده مشكلة اه فهنا بقى لازم نعمله تحويل مصار اه طبعا عشان السكر ما يعني ايه نقلل امتصاصه نقلل امتصاص السكرات فهمها التجميم مش هتعمله حاجة خالص فهي دي عشان كي بقولك احنا بنحط خطوط عريضة وفي حاجة اسمها اللي هو التحويل مصار مصغر بصي التحويل المصار ده انواع مش ما هواش نوع واحد ده ده لي لي كذا شكل وكذا باترن وهذا بالك كان زمان اوي بتده حاجة خالص مها تحويل مصار كلاسيكي هو لازال موجود بس هو يعني اجريسف اوي اوي يعني بنستخدمه في الاوزان الكبيرة اوي خلاص اللي بعد دي حاجة اسمها التحويل مصار مصغر زي ما انت بتقولي وده الحقيقة هو ممتاز جدا بس مشكلته انه هو زي ما بيحصل امتصاص للأكل ما بيحصلش امتصاص للحاجات الرئيسية في الجسم يعني زي مثلا الكالسيوم زي الحديد زي الحديد وبالتالي العيان بيحتاج انه هو ياخد الفيتاميس دي ستابليمت من برا دبالك ازاي شوفي افكار العمليات كل ما بتبقى جديدة بتبقى هدفها اننا اقل المضاعفات العملية لقبليها اخد بارك لغاية ما وصلنا الاخر حاجة حاجة اسمها تحويل مصار سنائي التجزئة او مجزة باختصار شديد جدا ويمكن ده حقيقة انا شرفت ان احنا كان اول بحث طلع في العالم من مصر وثالث بحث على العالم في القصة دي احنا اول مركز شغالين فيه ايه ايه احنا قلنا لهم ان احنا جبنا حد جدير جيد انا بنقض ندور كتير هنا تعالى اكتبا موجود واخد بارك 80% من الاكل بيعدي في تحويل المصار بالديني الايفاكت بتاعته و20% بيعدي في مصار الطبيعي خالص فبالتالي بيحصل نقص فيتامينات بس مش بقوة ومش بعنف تحويل المصار المصار اه اوكي طيب انا ستباع القادرة الوقت بتفرج علينا وعايز اعمل عملية بس انا مش عارفة اعمل اني فيهم اعمل تكميم ولا تحويل ولا رنج شوفي انا زي ما قلتلك احنا احنا كلمنا على جزء من الجايد لاينز انما القرار الاخير او يعني انا دايما بنصح العينين يعني هو طبعا هم اكيد معظم من الناس التي بتسمع كتير في الميديا وفي السوشيال ميديا والحاجات دي كلها انما لازم القرار الاخير ما يتخذش غير لما يقعد معنا العين وتناقش معنا معلش دكتور بونيان معلش هم ممكن ما يجوش لحادرتك اوكي انا اعرف منين الحاد تاني ده عفوا انا مش قصدي حاجة بس هو يمكن يكون مش عارف حالشي كويس او ممكن يدلني على الطريق اللي مش صح فانا اعرف منين انا دلوقتي كالستة بتفرج علينا اعمل تكميم ما ده ولا تحويل مصار ولا ركب رنج شوفي احنا هنمشي على الجايد لاينز اللي احنا اتفقنا عليها دي واخد بالك ازاي الناس اللي اوزانهم كبيرة احنا بنوصي بالتحويل المصار زي الفوق الخمسين الناس السويت ايتر او بتاكل سكريات احنا بنتكلم بالتحويل المصار الناس اللي عندهم سكر وضغط وكوليسترول احنا بنتكلم بالتحويل المصار اوكي اوكي الرنج حاجة اوبسليد تماما خلاص من بتدتعملش ومنصحش اي حد لا هي ولا حاجة اسمها تدبيس ماء ده برضو حاجة اوبسليد برضو ده نفس القصة كنا بنعملها من 10-15 سنة ومشاكلها كتيرة جدا جدا ونسبة الارتجاع بعدها ان الوزن يزيد تاني كبيرة جدا فبرضو هي اوبسليد التدبيس والرنج بنبعد عنهم دلوقتي خاص لانا انا عندي بداية الاحسن اللي هو تحويل المصار السنائي بالزبط والتكميم والتكميم بالزبط كده طيب معلش تاني بقى عشان الرجل احنا قلناه لو انا فوق 150 كيلو من 150 بالزبط غالبا بتكلم في تحويل المصار لو انا باكل سكريات او سويت ايتر وغالبا بتكلم في تحويل المصار لو انا عندي ضغط كوليسترول السكر انا غالبا بتكلم في تحويل المصار لو انا عندي وزن زيادة بس زي ما احنا تكلمنا 35-40 كيلو فانا بتكلم عن التكميم اقل من 20 انا بتكلم عن البالون اقل من 20 كيلو والبالون ده بتعمل مع دايت اه طبعا رجيم اي حاجة لازم تعمل مع دايت أي حاجة تستمع عليها لازم لأن زي ما قلت لك أنه هي الفكرة كلها البالون المعدة ستريتشبل فانا ما عملتش ضاية هترجع تاني إلى وضعها الطبيعي طيب لو إحنا الوقت يبنكلم على البالون ففي ستات عملت عمليات البالون وفشلت إزاي؟ إنه وصل لكم ما تغيرش يعني هو ما ملتزموش يعني ما ملتزموش بالضاية اللي إحنا اتفقنا عليه ما فهموش فكرة البالون أو اتعملت لهم غلط ودي برضو حاجة أنا كنت حابة أقولها لحضرتك في بعض الناس بتقول البالون ممكن نزل 40 و50 كيلو وده الحقيقة كلام ما هوش سنتفك قوي لأن كل الأبحاث بتقول إن قوة البالون لو إن الباديمس أندكس اللي إحنا تكلمنا عليها دي لغاية 32 بتبقى حوالي 60% أكتر من 32 بتنزل لـ 15% خلييني أقولها لك بالأرقام بس أنا بعرف إنه البالون ده فيه منه روسي وأمريكاني وفرنساوي بالضبط صح كده؟ صح كده طيب إيه بقى الفرق ما بينهم إيه اللي بيدين يعني لوحتي عنده دكتور دلوقتي جيت عند حضرتك كي؟ هقولك أعمالي فرنساوي ولا أعمالي أمريكاني ولا أعمالي بصي خليني أقولك على حاجة إحنا هنا في مص الدوكمنتد والأبروف دول واخد موافقة وزارة الصحة هو الأمريكي وفرنساوي الروسي ده بيجي بإليجال ميسلز وأنا أعتقد أنه أي حد بيحترم مهنته مش المرورد من يشتغل فيه لأنه زي ما قلت لك أنت حاجة ما لهاش شركة ما لهاش وكيل حد دي البالونة البالونة نفسها واخد بقى لك ما فيش شركة ما فيش وكيل ما فيش حاجة خالص ده واحد بيجي في العيادة يقولك أنا معي البالونة وخديها يعني نبعد عن البالونة الروسي بالرغم أن هي أسعارها رغيصة واخد بقى لك إزاي إنما أنا ما بتعملش غير في حاجة لا فيه وكيل أنا ضمن وفيه معها سير النمبر فيه جرانتي لازم دي حياتك الفرنساوي الأمريكي كريزولت مش فرق كريزولت مش فرق دي بترجع بقى لراحة العيان وهو منتقابل نفسين إيه يعني فيها عين تيجي تقولي بص أنا عايز الأمريكي والأسعار أكيد طبعا الأمريكي أغلى شوية الأمريكي أغلى ولكن الريزولت واحدة الريزولت واحدة أوكي طيب البلونة دي بتقعد قد إيه في بصول؟ الأمريكي بتقعد ست شهور من ست لسبعة شهور الفرنساوي ممكن تقعد لتسعة والمفروض أو المتوقع أخص عليها كم كيلو البلونة دي؟ نفس القصة تقريبا بس بأوقات أقل شوية يعني في أول ثلاث شهور ممكن تنزلي خمسين في المئة من وزن الزيادة وتنزلي الباقي في مدار الست شهور الباقي الأكثر تكلفة في الثلاث عمليات التدبيس عفوا التكميم تغيير المصار والبالون إيه الأكثر تكلفة فيهم؟ لا طبعا التكميم والتحويل المصار دول كاتجر لحدهم لأن دول أنا بستخدم حاجات ألات تانية خالص ألات كومبليكيتد جدا ألات كلها براندد يعني كلها جاية من توكيلات كبيرة بره فسعرهم بيبقى مختلف مختلف تماما أه طبعا غير البالون طيب لو أنا ما عنديش إمكانية أن أنا أعمل للعملية دي هل ينفع أعمل بالون وبعدين أشيلها وأعمل بالون تانية؟ لا من الصح ما فيش حاجة اسمها كده وإن كان في بعض الناس تعمل كده بس البالون دايما يقولها إن إحنا لو ما جابتش نتيجة في المقرية مش هجيب عمرها في المقرية تانية ده بقى لك إزاي؟ لو خرجنا بره الفريم اللي أنا أقتلك عليه اللي هو أكتر بره 20 كيلو دي عمرها نتجتها ما تزيد عن 15 فريم ولازم أعمل دايت في الثلاث عمليات ولازم طبعا سؤال الأخير يا دكتور سمعت إيه أكتر الأخطاء الشائعة نتيجة العمليات اللي إحنا نتكلم فيها دي؟ بص العمليات دي عمليات رقم واحد في العالم وأكتر عمليات بتعلم في العمليات دي أكتر عمليات تعمل في العالم هي مشكلتها الرهيبة جدا إن إحنا بسبب الظروف الاقتصادية اللي عندنا بينا يحصل أخطاء في استخدام الألات اللي إحنا كلمنا عليها أو حتى البلون إن إحنا دايما نجيب حاجات copy ما نجيبش الـ original أو ما نجيبش الألة اللي هي معترف فيها عالميا فهمها؟ أو نستخدم ألات مستخدمة قبل كده فتنقل البكتيريا تنقل عدوى مهد بارك العملية في حد ذاتها ما فيهاش مشكلة كبيرة بالعكس مضاعفاتها التكاد تكون بسيطة جدا مهد بارك إنما المشكلة في التكنيكس أو في الآلات اللي إحنا ممكن نستخدمها عشان نحاول نقلل لما تيجي الحلقة الجاية دكتور نتكلم عن الآلات دي عشان نوريهم برضو ونعلمهم لما حد ييجي يعني أو هم يروح لحد عشان يعملوا العمليات دي يعرفوا إيه الآلات الصحيحة اللي مرفوض تستخدم في العمليات بتاعتها بزبط حقيق حقيق نورتنا النهاردة بسي جدا وشكرا جزيلا حقيق نورتها وبس بسي جدا حقيق قبلت دعوتنا بسي جدا إحنا كان عندنا أسئلة كتيرة جدا عن الفروق بين العمليات والأوذان وأعمل إيه وأعمل إمتى وأعمل فين صحيحا أخرنا في الرد شوية لكن كان لازم لما بنيجي نرد أو بنعويك ونحنا بنيجي نرد لازم نجيب حد جدير جدا وفاهم جدا بالقصة كلها نورتنا المرة الأخيرة مشاهدتي أعزائت خليكم معنا وتابعونا بعد الفاصل معنا وسازة مهة أبو بكر نعرف أنها بتبقى فقرة خدمية قوية جدا لكل ستات اللي عندها مشاكل ما بعد الطلاء أو في خلال الانفصال خليكم معنا ومازالنا معاكم وهي وبس ترجمة نانسي قنقر